اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجملة الاولى معناها انه بعد الحريق المأساوي بعد الحريق المأساوي الذي حصل في نفق مونت بلانك في عام 1999 هل هاي الجملة انا في عندي فيها اي فعل حوله لصيغة المبني المجهول لا ما في عندي اي فعل حوله لصيغة المبني المجهول لانه اصلا هاي الجملة خلينا نقول يعني ابتدائية او ممكن نقول تمهيدية تمام طيب نبدأ الان بالجملة التانية يعني اتفق الجميع اتفقوا يعني على انه عندما يبنون انفاقا في المستقبل تمام هون they should pay much more attention to safety يعني يجب عليهم اعطاء او الاء المزيد من الاهتمام للسافتي اللي هي السلامة او الامان تمام طيب انا الان بهاي الجملة شو رح اعمل شوفوا شو رح نعمل نحنا بدنا نحدد اول شي الافعال اللي عنا ما بدأ اياه نحنا في عنا هون هذا build تمام build tunnels وايضا في عنا should pay هلأ build هاي هاي جملة passive عادية بتيحولها بصيغة passive اما عندي هون انا should pay انا هون في عندي فعل ناقص وهو الشد صح طيب انا كيف بيجيني هدول الجمل هاي كيف بتجي بالامتحان احنا اكيد ما رح تجينا هيك بيعني جملة طويلة واول شي عندي جملة ابتدائية وجملتين مع بعض لا ممكن يجوني كجمل منفصلة يعني مثلا they should pay much more attention to safety من هون عن they هاي تمام او مثلا when they build tunnels in the future تمام طيب خلونا نبدأ بهاي الأفعال لكن انا الان رح اغير الكلن لون ليش لحتى رحنا نحدد مبدئيا بالفعل الاول هو build عندي انا الفاعل هون they صح وعندي بالشد باي الفاعل وين هو they صح هدول بي الجملتين هذا الفاعل طيب اما بالنسبة الان للمفرول به المفرول به بالجملة الاولى هو tunnels صح والمفرول به بالجملة التانية هو ماذا هو هون من عند much more attention to safety هذا هو المفعول به تمام طيب مين بدي اللي الآن انا ليش عمحدد فعليا المفعول به وعمحدد الفاعل ايحد رفتوح عنده المايك يتفضل ايسي مشان حطه بالأول ايوة احسنت اذا انا مشان حطه في الأول احسنت رائع طيب رفونا هون مبدئيا الجملة الاولى everyone agreed that when tunnels are built in the future يعني الجميع اتفقوا على انه عندما يتم بناء الانفاق في المستقبل تمام هاي الare built انا من وين جبتها مبدئيا التانيلز هذا المفعول به انا جبته للبداية صح طبعا هاي everyone agreed that when هاي نزلناها مثل ما هي everyone agreed that when تمام لكن حزفنا نحن الزي وحطينا بدالة ايش المفعول به اللي هو التانيلز طيب انا اخوان طلعت على هذا الفعل لقيته build بصيغته المضارعة طبعا لذلك انا بصيغة المضارعة انا بدي حوله ل passive انا بحتاج اني انا احط فعل مساعد مناسب اللي هو الare ليش are لانه قبله ماذا لسجمع ايوة طيب والbuilt هو الصيغة الثالثة للفعل build صح طيب in the future في المستقبل much more attention to safety should be paid شوي فين هون عندي much more attention to safety اللي هي هاني انا حددت انه هي object جبتها للبداية صح جبتها لبداية الجملة انا عنتبار انه انا فيها عندي جملتين اذا much more attention to safety should شوفوا الشد نزلت متل ما هي لكن نحن قبل شوي حكينا في القاعدة انه لما يكون في عندي model بالpassive بعد المodel شو بدي حط b b رائعي وبعد ال b رح يكون في عندي صيغة l شو رقمه ايوة اذا صيغة الثالثة من الفعل الرئيسي اذا صيغة الثالثة من الفعل هو pay طيب انا هنا الان هاي الجملة لكن انا بدي اقولكم انه البعض ممكن يحل اللي هي هاي build tunnels ممكن يقولوا where built هو موجود هذا الحل يعني معتمن على انه يعني كترجمة كترجمة الجملة كلها يعني انه اتفق الجميع على انه عندما سيتم بناء الانفاق صح في المستقبل ولكن كل هذا الامر اصلا صار في الماضي تمام طيب انا ممكن ان هون يعني ممكن تلاقوا حل ان where built تمام لكن ما في اشكال يعني احنا حلناها بهاي الطريقة وايضا ممكن يعني انكم تشوفوا where built ايضا ما في مشكلة طيب اشوف مع بعض الان الجملة الثانية when they were planning when they were planning the little tunnel the designers decided that they would divide that into four sections each six kilometers long شوفونا هاي الجملة مبدئيا شوفو عنا هون ال where planning صح هاي ال where planning نحن بنا نحوله لصيغة الباسف وايضا انا في عندي ماذا ال would divide صح ال would divide طب انا الان سؤالي لالكن where planning حددولي ال object لا لا انسي the lardel tunnel نافق اللardel ما بيكفي اقول بس the lardel اذا the lardel tunnel ايوه طيب الجملة الثانية الجملة الثانية شو هو المفعول به يا ملهم شو المفعول به يا محمود انسي it and to four seconds it it تمام يكفي فقط it طيب اذا الان كيف بدي حول انا هاي الجملة الى صيغة الباسف عندي ال when ال when نزلت مثل ما هي تمام انا الان هيك رح اشتب لكم بس مشان نحنا نشوف شو نحنا اللي بنركز عليه شو اللي تغير ال when نزلت مثل ما هي تمام طيب the lardel tunnel شوفوا هو هاي المفعول به نزلت ايضا لهون the lardel tunnel صح طيب where planning where planning ركز يا خالد خالد احمد where planning هذا عبارة عن ماضي ايوه عبارة عن ماضي مستمر تمام بما انه هو اصلا ماضي مستمر فانا الفعل المساعد بدي اختاره يا اما رح يكون واز يا اما رح يكون where طيب بما انه انا المفعول به عندي هون tunnel معناتو رح اختار واز ولا where واز 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 طيب بما انه اصلا الفعل الرئيسي هو في ing معناتو انا بحتاج اني انا خط ماذا حط being لحتى ال being تساعد هذا ال passive انه هو يشيل ing تمام لاني انا مجبرة لازم حط الصيغة التالتة من الفعل فهمتوا ليش انا دائما ing بحط طرحة بيصير في عندي انا موازنة بين جملة active وبين جملة ماذا احسنت خالد حمود احسنت اذا when the laser tunnel was being planned هاي شو هاي الصيغة التالتة من الفعل plan صح طيب اذا الان نحنا هيك انهينا الجملة الاولى تمام was being planned طيب الجملة الثانية the designers ايضا نزلت كما هي تمام decided that قرروا ان it هاي الات من وين جبناها مين بدي يقولي احسنت احسنت اي الوبجيكت صح نحددناها طيب الود نزلت مثل ما هي بعد الود نحنا مجبورين شو نحط بي 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 رائعين طيب والتصريف التالت لا الفعل divide شو صار divide 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 divided احسنت into four sections نزلت مثل ما هي بتحبو كمان ممكن بإمكانكم انكم تحطو each six kilometer long تمام هاي تكملت الجملة تمام شو صار عندي انا هون ترجمة الجملة قال عندما تم التخطيط لنفق قرر المصممون اللي هن designers decided قرروا قرروا ماذا قرروا ان يتم تقسيمه الى اربعة اقسام four sections مين بتذكر بالنص البارح كيف انا شارحت لكم هيك four sections ومين بدي يقول لي بين بين كل section وsection شو عمدي خرفي ثلاثي هول صح حسنتم صالة او قاعة معناها ماذا معناها هول تذكروا كيف قلنا four sections اربعة اقسام النفق وبين كل section وsection كان عندي ماذا كان عندي هول تمام ايش الله إذن هاي هي ترجمة هذه الجملة ننتقل الان الى الجملة c they thought that if they could construct large holes between the sections this would make motorist journeys more interesting طيب خلنا الان نشوف هاي الجملة مبدئيا نحنا اللي منا نحول الى صيغة الباسف عندي could construct هاي عندي model وبعد ايضا فعل رئيسي تمام وايضا عننا ماذا would make ايضا في عندي هون انا model وفعل رئيسي طيب انا بشكل كتير سريع رح اسأل رح اسأل ملهم نور الدين اذا مفتوح عندك مايك او او خلي نقول خالد احمد بمعني انا عندي model وفعل رئيسي شو رح اعمل انا لحتى حول الى صيغة الفاسف بشكل مختصر جاوبني ملهم انا سيبدنا اول شي object ونحط بعد المودرز ايوة بعد ال ب وبعد الفعل بتصريف التالي رائع بعد من نزيل الفاعل او بعد بعد فاعل احسنت طيب معناته اول شي نحن بيهمنا انه نحدد شو نحدد ال object يلا حدد انه object عند large large احسنت طيب و object التاني احسنت رائع كيف حتصير الجملة مبدئيا شوفوا تقدروا تنزل هاي they thought that يعني هما اعتقدوا انه if ال if لا تنزل تمام هيتاب على الجملة الرئيسية if اول شي رح نزل شو large holes ليك وهاي ال object صح هينزلناها large holes الكود نزلت متل ما تفضلت يا ملهم ومن بعد نزلت ال b ايضا متل ما تفضلت والتصريف التالت للفعل construct هو ماذا constructed constructed طيب between the sections بين الاقسام طب هلأ في عندي هون الجملة الثانية حطوا كومة فاصلة هون الجملة الثانية اول الجملة الثانية شو رح يكون عندي object احسنت رائع اذا object وبعد object هيتنزل عندي انا ماذا ال wood ايوا وبعد ال wood b احسنت وبعد b التصريف رائع اللي هو made تمام made ماذا more interesting خليني انا شيل الآن لون البنفسجي شوفوا كيف صارت عندي could be constructed صارت و اللي قبلها هو ماذا ال object وايضا ال wood be made ما قبلها هو ماذا هو ايضا ال object تمام احسنتوا رائعين شكرا يا منهم يلا الآن الجملة d الجملة d they made the holes wider than the rest of the tunnel and technicians fitted them with special lights طيب شوفوا انا عندي هون ماذا عندي made صح هاي الفعل made ال object حددوا لي ايا ال object شو هو the hole the hole احسنتوا رائعين طيب الفعل التاني ايضا اللي بتيحوله انا لصيغة ال passive هو fitted شو هو المفعول به برأيكم لا هو ذم هاي الفاعل يا خالد هاي المفعول به اللي هو الذم نحن الآن عم نحدد المفعول به ليش شباب عم نحدد المفعول به بتعرفوا انا عم حدد المفعول به لاني انا بالامتحان اول ما بدي ابدأ الجمل بدي ابدأ بالمفعول به حصرا تمام بدي حط مفعول به انا بالبداية هي بداية where made ليش where made ركز معنا يا خالد احمد لانه هاي الماد هو هذا الفعل بالصيغة الماضية البسيطة انا لما بدي حول للpassive للمبني المجهول بدي اعطيه فعل مساعد مناسب طب بما انه ماضي فاكيد انا هعطيه فعل مساعد مناسب لصيغة الماضية اما واز اما وير طيب بما اني انا عندي هون holes وهي جمع تمام يا خالد طيب اذا the holes were made wider than the rest of the tunnel تمام هاي نزلت مثل ما هي wider than the rest of the tunnel شايفين نفسها and من عند الان هون بدلنا بدل ما انا حط الفاعل تمام شو حطينا حطينا هون المفعول به ولكن انا لما جبت المفعول به عملته بغير ضمير شو عملنا they تمام بدل them اللي هو ضمير رفعول به حطيناه كضمير فاعل حطينا they لان ما بصير انا ابدأ الجملة بضمير رفعول به them تمام قلنا they were fitted with the specialized شايفين هاي ال where fitted هاي بصيغة ال passive لا الفعل fitted صح ليش لو انا ما بعرف مسلا خليني اقول شو معناها لهاي fitted انا اصلا بحلي انا عم بعتمد معاكم التحرير وليس الترجمة الفتد انا ما بعرف شو هي مجرد ما انا شوف انه فيه بآخر تأيدي انا بقول معناته هاد الفعل ماضي بما انه ماضي معناته انا اكيد رح نزل صيغته التالتة طب اصلا بما انه هو ايدي معناته صيغته التالتة نفسه نفسه ايا فتن طيب قبله بدي انا فعل المساعد يكون مناسب طب بما انه ماضي فاكيد لازم يكون يا اما واز قبله يا اما وير طب بما انه اصلا هون الابجيكت انا كان عندي اشتقيت منه they ويجمع معناته انا في حال المساعد المناسب هو وير وليس واز تمام تمام لهو شباب واضحة اذا واضح التحليل خليني ترجم لكم نعم موعدة السهول طبعا نحن نستخدم بالذاهل بشكل مباشر طيب ما هي انت هون لما قدت هاي الذا لمن عائدة عائدة على يعني اذا اكتر اتعيد كلمة بصير في ركاكل فالافضل انك انت تحط ذا على كل ما فيجي كنت رب الامتحان جمل هيك مركبة ولكن احنا الافضل انه تعود عليها بهالطريقة وعلى فكرة عدا التمرين التمرين الهامة جدا ولي اجا يعني منا جمل ولكن جمل مجدزقة من الجمل هاي المركبة تمام اذا ماشي ما بعرف مين اللي سألني مين شو اسمك طيب طبعا اذا افضل منعيد حتى ما يصير في عندي ركاكة اظن ملهم طيب اذا ننتقل الآن الى الجملئي لكن قبل ان ننتقل الجملئي انا كأنه نسيت انه انا ترجم لكم كنا عم نحكي انه تم جعل القاعات اوسع من بقية الفندق مؤنة وايدر يعني من بقية النفق عفوان انا قلت الفندق عفوان اذا هاي القاعات هي اوسع من بقية النفق تذكروا كيف انه النفق ثم في عندي قاعة واسعة صح اذا تم جعل القاعات اوسع من بقية النفق وايضا تم تجهيزها باضواء خاصة من قبل من من قبل الفنيين تمام شايفين كيف بجملة الباسف ولا جبنا اصلا سيرتون ممكن بالاخير قول باي ذم مثلا تمام لانه التركيز كان عندي بحويل لجملة الباسف على سريع انا بحدد المفعول به وبحطه في البداية خير نشوف الآن مع بعض الجملة they believed that if they could ventilate the tunnel better drivers would stay awake and this would cause fewer accidents شوفوا انا في عندي هون could ventilate واضح صح could ventilate عندي فعل ناقص وايضا ventilate هذا الفعل الرئيسي هاي بنحول والباسف وايضا لعننا ماذا لعننا الود cause صح ايضا لعننا الود cause طيب انا الآن سؤالي الود ventilate هاي وين المفعول به التابع لها the tunnel احسنت طيب وين المفعول به التابع ل الود cause fewer accidents fewer accidents يعني حوادث اقل يا خالد تمام طيب والبي نحن انتفقنا على انه هي دائما ثابتة بعد الكود صح ventilated هي تصريف التالت من الفعل ventilate ولكن هاي البتر راح تكون بين البي وال ventilated تمام يعني يعني كانوا كانوا بيعتقدوا انه اذا تمكنوا من تهوية النفق بشكل افضل تمام درايفرز السائقين ايضا نزلت كما هي would صارت عندي الترجمة انه السائقين راح يبقوا مستيقظين وبذلك راح يحدث حوادث بعدد اقل صح ليش لانه تمكنوا من تهوية النفق بشكل افضل لهون احنا بنكون انهينا حل هذا الثمرين